موسيقى بحضور زعيمان إدريس دبيتنو رجب تايب أردقان يوقان العديد من الاتفاقيات التعاون المختلفة بحضور رئيس الوزراء والعديد من أضاء الحكومة كما اختتم فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبيتنو عمل الملتقد تركي الشادي بحضور رئيس الوزراء إلى جانب عدد من أضاء الحكومة واللفظ المرافق للرئيس الزائر رجب تايب أردقان السيدات والسادة طبتم وطاب الله وقاتكم بكل خير نحييكم من الفضايا الشادي من أن جمينا ونقدم لحضراتكم النشر الإخبارية العربية لهذه المسئة توجد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردقان إلى لاصمة أن جمينا يوم أمس بالتوقيع على عديد من الاتفاقيات التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك كان ذلك بحضور الرئيس الوزراء إدريس دبيتنو ورجب طيب أردقان تقرير محمود حسن سبو العلاقات الشادية التركية تشهد نقلة نوعية في مجالات التعاون الثنائي بين البلدين اتضح ذلك في هذا الاجتماع المنفرد بين الرئيسين الشادية إدريس دبيتنو والتركي رجب طيب أردقان الذي حضر البلاد في أول زيارة تاريخية لرئيس تركي ومن ثم عقبه اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين حيث تبادل الجانبان مختلف وجهات النظر حول قضايا الساعة منها توطيط علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات التي تهم الشعبين الشادية والتركي تبادل الوفدان أيضا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية منها قضية مكافحة الإرهاب والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وحول تفعيل علاقات التعاون الثنائي بين البلدين فاضوق الطرفان وبحضور الرئيسين على عدد من الاتفاقيات التي منشانها بأن تسهم في تعزيز العلاقات بين شاد وتركيا حيث تشمل هذه الاتفاقيات خمس اتفاقيات مختلفة تختص الأولى بتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بدريبة الدخل أما الثانية فهي تخص التعاون في مجال الشباب والرياضة وتختص الثالثة بالبروتوكول الخاص بالتعاون التقني والتنمية أما الرابعة فهي تختص بسبل تعزيز الاتثمارات وحمايتها والأخير تتعلق بمذكرة التفاهم حول التعاون في مجال التكنولوجيا المعالمات والاتصالات والمحفوظات الدبلوماسية بين وزارتي الخارجية في البلدين أضف إلى ذلك مطالبة شاد تركيا في التقيب عن النفط واستغلاله وكذا في مشروع بناء مطر جرماية وبناء جسر على نهر الشاري كما طالب الرئيسان من إدارتيهما وطء اللمسات الأخيرة سيما في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والثقافة والبيئة وغير ذلك من مشالات أخرى هذا وفي أمام الصحافة الوطنية والتركية فاتأكد الرئيسان بأن المباحثات بينهما في مختلف المجالات التي ناقشها إن كان ذلك في اللقاء المنفرد بينهما أو في اللقاء الموسع لوفدي البلدين تسهم مساهمة كبيرة في تطوير العلاقات الثنية بين البلدين في مختلف المجالات التي تهم الشعبين الشادي والتركي بعد اللقاء المشترك الذي جمع الرئيسان الشادي دريس دبيتنو ورئيس التركي رجب طيب اردوغان بقصر رئاسة فقد شكر رئيس الجمهورية دريس دبيتنو ضيف البلاد وأكد بأن اللقاء كان مفيدا للبلدين نتابع ترجمة هذا الحديث في ميكرافون الزميل محمود حسن سنبو باسمي وباسم الشعب الشادي أشكر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والوفد المرافق له الاتفاقيات الموقع بين بلدين تؤكد متنة هذه العلاقات القوية وإنها علاقات صادقة هذه الاتفاقيات تخص قطاعات عدة وهي خطوة جيدة عبر عنها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي رافقه وفد كبير برجال الأعمال ببلاده الذين ناقشوا مع زمال عيهم الشادين مختلف المواضع التي تخدم صلحة البلدين والشعبين لأن تركيا بلد كبير ويلعب دورا بارزا في تاريخ الإنسانية وكذا الأمة الإسلامية لأنها تقع بين أوروبا والعالم العربي وترتبط بإلاقات خاصة مع شاد سيما عبر مدينة أبشا التي توجد بها بعض المعالم التركية في وقتنا الحالي وهي ليست نوع من أنواع الاحتلال إنما هي نوع من أنواع التعاون الذي يضم مجالات عديدة هذه الزيارة تذكرنا اليوم بذلك التاريخ الذي كان قائما في مجالات التعاون بين تركيا وملكة ودي نحن الآن مصرورنا جدا بهذا التعاون عبر الاتفاقيات المختلفة التي وقعناها الآن بينه بلدين سيما في مجالات الزراع والثروة الحيوانية والتكنولوجيا الحديثة وغير ذلك من قطاعات مختلفة أيضا لدينا تعاون متقدم في مجالات الصحة والتعاليم لدينا شباب يدرسون في الجامعات التركية كما توجد مدرسة تركية في أنجامينة والتي تسمى الآن بمدرسة معارف وهي في أياد جيدة ليست في أياد إرهابية إن التعاون بين شات وتركية يشمل أيضا مجالات أخرى حيث نجد مكتب تركي في أنجامينة سيما لوكالة التميت التركية التي تعمل في مجمع السلاخانة والبحث في مجالات النفط هذا بالإضافة إلى مشروعين آخرين كمطار جرماية وجسر على نهر الشاري أيضا تساعدنا تركيا في مجال مكافحة الإرهاب كذلك بعثنا مسائل الاستقرار ببعض البلدان كليبيا وغير ذلك من مسائل عالمية كما عبر أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردغان عن شكره باسم الوفد المرافق له لرئيس الجمهورية دريس ديبيكنو وأكد استمرار بلده في تطوير علاقات التعاون مع كاد في مختلف المجالات ترجمة كلمة رئيس التركي مع زميل محمود حسن سمو أشكركم السيد الرئيس على هذه الخلاصة التي قدمتمها حول الاجتماع الذي كان بيننا باسمي وباسم السيد الأولى لتركيا والوفد المرافق لي أشكركم جزيل الشكر على هفاوة الاستقبال إن زيارتي لتشات تندرج ضمن زياراتنا لدول إفريقية إننا سنستمر في نفس الطريق ونعمل لتنمية التعاون القائم بيننا إلى المدى الطويل الذي يقوم على أساس الفوائد المتبادلة بين بلدينا وتنمية علاقاتنا مع تشاد التي كانت منذ القرن السادس عشر حيث كانت لتركيا آنذاك علاقات متينة مع مختلف الممالك في تشاد تلك العلاقات التي باتت منسية أعتقد أن هذه الزيارة تكون دفع قوية لإحياء ذلك الحنين من العلاقات التي كانت في القرن السادس عشر ونحن نعمل من أجل رفع قيمة التبادل التجاري الذي يفوق واحد واربين مليون دولار في مجال التعاليم تركيا قدمت مئات المنح للطلاب الشاديين وسنقوم ببناء مجمع ثقافي في أن جمينا من جانب آخر أشكر الرئيس الشادي في مجال مكافهة الإرهاب تعلمون جيدا أن بلادي كانت ضحية لإنقلاب إرهابي وأن جات قد وقفت بجانبنا إذن نحن نقف بجانب جات ونقف بجانب مبادرة مجموعة خمسة بالساهل لمكافهة الإرهاب نعمل كذلك على تقوية الإلاقات الحالية والمستقبلية وأن إلاقاتنا الثنائية سوف تستمر إلعبت من ذلك وفيما يتعلق بالقمة الإسلامية التي صدفتها تركيا في الثالث عشر من ديسمبر أن جات شرفتنا بحضور تلك القمة التي تأهدت بمعالجة الكثير من المسائل التي تخص الأمة الإسلامية وأن الحلول التي اتخذتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقرار الأمريكي الذي يتعلق بالقدس أكد ذلك القرار بأن ذلك غير شرئي كما التقى مساء أمس بفندق هيلتون رجال العمال المستثمرين الشاديين بنظرائهم الأتراك وذلك لعقد ملتقى العمال التركي الشادي وسط حضور كبير من المستثمرين الشاديين والأتراك تقرير آدم محمد شرفاتي تعتبر زيارة رئيس جمهورية تركيا رجب تيب أردوغان هي الأولى من نوعها إلى البلاد منذ أقود مما جعل رجال العمال المستثمرين الشاديين بتنظيم ملتقى العمال التركي الشادي لتعرفين نظرائهم المستثمرين الأتراك عن مدى قدراتهم وفاعليتهم في المجال الاستثمار والتصدير الذين يعتبران الركيزة العساسية للتنمية في البلدان المستثمرة وفي هذا الخصوص رحب رئيس المجلس الوطني للفاعلين الاقتصادين في شادي بشارة دودوة بالحضور على تلبيتهم الدعوة منتحزن الفرصة بهذه الزيارة التاريخية لرئيس جمهورية تركيا رجب تيب أردوغان مجددا سقته للرجال العمال المستثمرين الاعتراك في هذا البلد كان حكان رئيس مجلس العمال التركي الشادي هو الآخر قدم شكره التام لرجال العمال التشاديين مشيدا بالعلاقات الشادي التركية في المجال الاقتصادي والتنموي فيما أوضح مدير الوكالة الشادي للاستثمار والتصدير الشادي أثمان محمد نور عن موقع البلاد من القرى الإفريقية مستطردا إلى طرق الاستثماري التي تربط البلاد والدول المجاورة الإفريقية وأكد بأن البلاد تتمتع بأراضي زرائية خصبة إلى جانب السروا الحيوانية والسروا السمكية والمعادن الاقتصادية الحائلة والسمغ الأربي والزحب الأسود إضافة إلى التراث السقافي القديم والذي يعود تاريخها إلى عصر المملكة الشادية القديمة والمملكة الأثمانية هذا وأن ملتقى العامل التركي الشادي عصفرت بنتائج إيجابية في كل الجانبين للتباحث وتبادل السلع بين مستثمري البلدين وتوج الحفل بتقديم الحدايا والجوائز من قبل المستثمريين الأتراكة إلى نظرائهم الشاديين تعبر بعض من الرجال العمل الشاديين عن انطباعاتهم بهذا الملتقى الشادي التركي نحن لدينا سبع موافقات عن بين الدول اليوم مضاءهم وفي الموافقات ذلك نحن لدينا قوة للاستثمار لتركيا والرجال الإمال التشادي يشتغل معهم إذا كان جاب الأمان وجاب الخوة عن بين الدولتين لأن في تشات وتركيا في أشياء مشتركة يعني عندهم الإنسانية مشتركة في نفس الوقت كان عندنا تاريخ مشترك في نفس الوقت عندنا مثلا الأعمال البصل اللي نستخدمه العتراك بيستخدمه بكمية أكبر في نفس الوقت عندنا محتاجين نستطر نجمعين بكانوا منك مصانع صغيرة صغيرة تطور البلد أكبر أجلا هذا وقد اختتم عمالنا الملتقى الشادي التركي للمستثمرين فخامت رئيس الجمهورية إدريس دبيتنو الذي أشاد بهذا الملتقى الذي جمع المستثمرين الشاديين والتركيين نبقى دائمون الزميل هذا محمد شرف الدين التعاون المشترك منذ أحد الممالك الإسلامية القديمة في تشاد والعصر الأثماني التركي جدد في عام 2013 وذلك بفضل سياسة رئيس الجمهورية إدريس دبيتنو الرامية إلى تقوية العلاقات الدبلوماسية الشادي بمختلف دول العالم أسفرت عنه زيارة رئيس الجمهورية تركيا رجب تيب أردوغان والذي نتج من خلاله عدة اتفاقيات أبرمت بين شاد وتركيا وكذا ملتقى العمل التركي الشادي الذي نظمه الفاعلين الاقتصادين في شاد حيث حضره رئيس الجمهورية إدريس دبيتنو ونظره ديف الشرف رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة باهيمي بداكي البير تناول ناصية الحديث رئيس الجمهورية إدريس دبيتنو التباحث الاستثماري المشتركة الذي يعتمد على الأرباح والمصالح العامة للبلدين وأن هذا يظحر مدى الاحتمام والقيمة التي توليها تركيا إلى الدول الإفريقية سيا ماتشاد وأكد فخامته بأن الألاقة ستظل قائمة بين البلاد وتركيا طالبا من رجال العمال والفاعلين الاقتصاديين وأصحاب المشاريع الاستثمارية التوجه نحو تركيا لجلب البضايا المشتركة بين المستثمرين الاقتصاديين بما أن تركيا تمتاز بتقنيات وإمكانات حديثة وفرص للاستثمار أما الكلمة الختمية ألقاها رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان رحب بالرجال العمال المستثمرين الشاديين مشيرا إلى توطيد العلاقة بين الشاد وتركيا وقال نعمل بأن تكون تقوية العلاقات في جميع المجالات الإنمائية لتحقيق الرفحية الاقتصادية الشاملة وأن بلد كومتشاد تمتاز حقيقة بثروات طبيئية حائلة يجب استقلالها بشكل عام للاستفادة منه كما أضاف الرئيس أردوغان من الناحية التاليمية بأننا منذ هذا العام ستزداد المنح الدراسي للطلاب الدارسين في الجامعات التركية مؤكدا بأن فخامد رئيس الجمهورية إدريس دابيدنو هو رجل السلام والمكافح للإرحاب في وسط إفريقيا وهذا الإرحاب المتمثل في جماعة بوكوهرام الإرحابية مشيرا إلى أنه سيقف بثبات في هذا الجانب الأمني ونودوا الاحترام المتبادل من عجل تحقيق التنمية المشتركة علما بأن هذه الزيارة التاريخية بين الشاد وتركيا ستعزز الألاقة بين البلدين بما حمل ذلك من رجال المستثمرين العتراكة للمشاركة في هذا الملتقى الاقتصادي بحضور كل من السفير التركي لدى البلاد وعمدة بلدية أنجمينة واندوب الحكومة لدى بلدية أنجمينة تم صباح اليوم مناسبة تسمية إحدى شوارع مدينة أنجمينة باسم شارى إستنبول تقرير أباس أبكر توطيدا للعلاقات الثنائية بين الشاد ودولة تركيا نظرا لمكانة العلاقة حيث قام مسؤول بلدية أنجمينة بتسمية الطريق الرابط بين الجسر الخامس أشر من يناير حتى جسر الشقوى باسم شارع إستنبول ويقدر طوله بأربع كيلو مترات وبهذا الخصوص فقد تحدث كل من عمدة بلدية أنجمينة مريم جمعي بيت ومندوب البلدية لدى مدينة أنجمينة الدقويا قوبا اللذان أكد بأن هذه التسمية جاءت نتيجة لزيارة الودية التي قام بها رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردغان إلى البلاد موضيين بأن شاد وتركيا تربطهما علاقات أزلية بعيدة كما أن دولة تركيا تتمتع بالعديد من الخبرات لذا فإن شاد في حاجة لتبادل الخبرات معها في مختلف المجالات من ناحيته سفير التركي لدى البلاد عبر أن مدى فرحته اللامحدود بتسمية شارع باسم طريق إستنبول مؤكدا بأن هذا يدخل في إطار تقوية العلاقات بين البلدين كما أن المناسبة حضرها عدد من مسؤولي البلديات تحمل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردغان إلى شاد تحمل مضامين عديدة أبرزها نتابعها في تقرير زميل محمد اسمان بشير زيارة رجل تركيا الأول التي تعتبر الأولى رسميا إلى شاد قد حملت في طياتها الكثير استقبال شعبي ورسمي حافل لزعيم تركيا الحديثة من قبل أشقائه الشادين أيضا يعني الكثير رجب طيب أردغان يزور البلاد الرسميا لأول مرة لكن ليس وحده فحسب حيث كان معه وفد رفيع المستوى يتكون من وزراء خارجيته وكذا وزير الدفاع الاقتصاد المالية الزراعة الثروة الحيوانية وكذا التعليم بالإضافة إلى قائد أركان جيوش تركيا خلوص أكر أردغان لم يأتي في هذه الزيارة فقط مع وزراء حكومته بل كان قد استحب معه أيضا أكثر من مئتي رجل أعمال ومستثمر تركي زيارة أردغان هذه يراها مراقبون بأنها جاءت مكملة لتلك الزيارة التي بدأها نظيره الشادي فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو هذا وبعد مباحثات عمل جمعت بين الزعيمين الشادي والتركي فقد تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات خلال القمة التي انعقدت بين الجانبين وحضرها القادتين أهم ما جاء في تلك الاتفاقيات اتفاقية تتعلق بتجنب الإزدواجية في التعرف الضريبية وكذا ضريبة الدخل اتفاقية أخرى أيضا لتعاون بين البلدين في مجال الترقية وتأهل الشباب اتفاقية أخرى بروتوكولية للتعاون في المجال التقني اتفاقية أخرى أيضا من أجل تعزيز وحماية التبادلات التجارية والاستثمارية أيضا قد تم في هذا الملتقى الاتفاق لمذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا المعلومات والأخبار والأرشفة وكذا تعزيز العلاقات الدبلوماسية في مختلف المجالات الحيوية أيضا في هذه الزيارة قد تم التباحث حول عدد من الاتفاقيات شملت مجالات الزراعة الثروة الحيوانية الثقافة البيئة والمعادن والبنية التحتية والطاقة وكذا مختلف أوجه التعاون بين البلدين مستقبل العلاقات بين البلدين كانت واعدة ولها تطلعات وعفاق بعيدة المدى وإيجابية المعنى فخامة رئيس الجمهورية إدريس جبيتنو وخلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظره التركي أكد بأن العلاقات بين البلدين تتجه نحو علاقات متنة حيث أوضح فخامة رئيس الجمهورية خلال هذا المؤتمر الصحفي بأن شاد وتركيا تربطه مع علاقات وطيدة منذ قدم الزمان وأنه الآن قد تبحث مع نظره لتطوير تلك العلاقات نحو علاقات متنة أما نظره التركي فقد أكد بأنه ونظرا للعلاقات الأزلية والدول التي تلعبه شاد في القارة سمراء بأن شاد تحظى باحتمام كبير وخاص من قبل بلاده تركيا وأشار أردوغان أيضا بأن حجم التعاون والعلاقات بين البلدين تقدر حاليا بأكثر من 41 مليون دولار وأكد بأن حسن العلاقات التي تتمتع بها تركيا وتشاد تتطلب أن يزداد هذا الحاجم إلى ضعاف مضاعفة رجب طيب أردوغان يغادر البلاد بعد نحار عمل طويل قضاها ما نظيره التشادي إدريس ديبيتنو مخلفا وراءه الكثير زيارة ينظر إليها مراقبون بأنها تعني الكثير زيارة جددت إرث أجداده العثمانيين القديم زيارة أصبحت بداية لأحد جديد محكوم لها بأن تكون مثالية في وقت قريب زيارة ستزيد حجم التعاون والاستثمار بين البلدين زيارة تعبر عن معنى القيادة الحكيمة بين قادتين زيارة جسدت كل معاني الأخوة بين شعبين زيارة تعبر عن معنى القيادة الرشدة بين قادتين يعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أبرز القادة التركيين الذين ساهموا في تعزيز مكان التركي اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وعلميا وحاول السيرة الزاتية لشخصية رجب طيب أردوغان فقد عدنا زميل عدم بكر إدريزا هذا التقرير إنه رجل الدولة التركية رجب طيب أردوغان من مواليد فبراير للآم 1954 بمدينة بيوغلو بتركيا ويبلغ الآن من الأمر 63 عاما أما حلته الاجتماعية متزوج بأمينة رجب طيب أردوغان وهي تعتبر أولى زوجة له حيث ارتفت بها في العام 1978 نال رجب طيب أردوغان الشهادة الجامعية من كلية العلوم الاقتصادية والتجارية بجامعة مرمرة وقبله هو الرياضي المهترف في كرة القدم ومارسها من عام 1969 حتى عام 1982 ثم انتقل أردوغان من الميادين الرياضية إلى الساحة السياسية كانت هي الأولى خطواته حتى أصبح في السياسة المحلية وبعدها رشيها أمدى لملدية إسطنبول كان ذلك عام 1994 إلى عام 1998 وتحصل على الأغلبية في الجمعية الوطنية وعين رئيسا للوزراء لجمهورية تركيا عام 2003 وفي تلك الفترة قام بإجراء تعديلات في الدستور التركي بحيث يتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب وليس عبر الجمعية الوطنية وسعى أردوغان في اندمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وأدخل إصلاحات في الاقتصاد التركي وهذه تعد إضافة جديدة أهلته إلى كسب سقة الشعب في السياسة الداخلية وتحصل على مزداقية في الجمعية الوطنية وبدأ ذلك واضحا في الانتخابات التشريعية التي جرت في آقاب 2007 حتى 2011 وفي عام 2014 أصبح أول رئيس للجمهورية التركية من تخبر رسميا سجل ذلك في تاريخ تركيا رجب طيب أردوغان تولى زمام الأمور في تركيا والتي أصمتها أنقرة ترجمة نانسي قنقر